مونديال السيدات فرحة إسبانية لم تكتمل ورونالدو كاشخ بالزي السعودي ولاعب الهلال ينهي علاجه الكيميائي هذه الأخبار وغيرها نقولها لكم من العربية رياضة أهلا بكم في الوقت الذي كان فيه المنتخب الإسباني للسيدات يحتفل بفوزه لأول مرة في تاريخه بلقب كأس العالم عرفت لعبة لاروخة أولغا كارمونا والتي سجلت الهدف الوحيد في النهاء العالمي علمت بوفاة والدها بعدما أبلغها الاتحاد الإسباني بالخبر المفجع كارمونا بدورها ناعت والدها في صورة على تطبيق إكس وهي تقبل الميدالية الذهبية معلقة أعلم أنك منحتني الكوة لتحقيق شيء فريد أعلم أنك كنت تشاهد الليلة وأنك فخور بي فرقض بسلام انتشر مقطع فيديو لنجم نادي النصر كريستيانو رونالدو وهو يتجول في مدينة الرياض مرتبط بالخوب السعودي الأبيض ليعلق مغردون رونالدو كوشف بالخوب السعودي وكان فريق رونالدو النصر خسر في أول جولتين من الدوري بعد أن حقق بطولة الأندية العربية قبلها في منشور على تطبيق إكس طمأن لاعب الهلال الكوري الجنوبي جانج هيونسو الجماهير على صحته معلقا أخيرا منهو علاج الكيمياء الرابع والأخير اليوم وأضاف طبيبي قال لي إنه يجب أن أخضع للفحص المقطعي وأود أن أصدق بأن النتائج ستكون جيدة فاجأت أن ليفاندوفسكي زوجها روبرت ليفاندوفسكي نجم نادي برشواني الإسباني في عيد ميلادي الخامس والثلاثين باحتفالية صغيرة في منزلهما بإسبانيا النجم البولندي كان قد احتفل بعيده مبكرا بعدما سهم في فوز فريق لليلة أمس على قادش بالدوري